طيب يا جماعة احنا اخر مرة وقفنا عند او بلشنا في الريكارنت نيورو نتوارك وقفنا عند المفاهيم الكونسبت الليلها وعند الباكت بروبوغيشن وقفنا عند الباكت بروبوغيشن يعني كمراجعة سريعة حكينا الريكارنت نيورو نتوارك هي عبارة عن عندي زي اكتيفيشن بيتكرر لكل امبوت فانا عندي على سبيل المثال امبوت لكل امبوت راح يتكرر لنفس النوت فانا عندي الامبوت فاندي ويت فاندي كالكوليشن بتم جوه من الكالكوليشن هذا في عندي مسمية او بتروح من هاي السلة اللي بعديها والسلة اللي بعديها كمان بتاخذ امبوت ثاني وهكذا حتى اخلص كل الامبوت اللي عندي فالفرق بينه وبين الكلاسيكال نيورو نتوارك انه انا كل العملية هي نفسها عم بتكرر لكل امبوت لكل فيتشار عندي هنا لكل فيتشار انا عم بكرر نفس العمليين حكينا الباكت بروبوغيشن وقفنا عند الباكت بروبوغيشن عند الباكت بروبوغيشن راح نحسب اللوست لكل اوتبوت وفي الاخر بنعمل صميشن لكل اللوست وهيكا بنعمل باكت بروبوغيشن حكينا في عندنا مشكلة في الاجريديانس لما نحسب الاجريديانس انه في عندي مشكلتين رئيسيات في الاجريديانس احنا وقفنا عند الباكت بروبوغيشن اه في عندي اشكالية هانا بتتم اثناء الاجريديانس هانا بحكي لكم هانا ممكن يكون عندي مشكلتين اللي هي المشكلة الاولى شو المقصود فيهم؟ المقصود فيهم او هانا انا هانا راح اضرب بنفس الويت حكينا حكيوان دائما الويت ثابت او هانا بضرب بنفس الويت واهانا بنفس الويت بين ال el node هذول هانا لو افترض انه الأوتبوت كان عندي كبير على السبيل المثال هانا اثنين او الويت لو كان عندي الويت كبير هنا الضبلية مثلاً كانت اثنين فأنا في كل مرة الأوتبوت هذا بتضربه في اثنين بعدين بتضربه في اثنين بعدين بتضربه في اثنين بعدين بتضربه في اثنين فأنا ما بخلص الامبوت اللي عندي إلا الرقم اللي هنا بكون لارج نمبر اللارج نمبر هذا لما أجي أعمل باك بروباكيت رح يعمل عندي من سميها اكس بوو دين انه الگريديانس حتكون عندي أرقام كبيرة جداً وممكن العكس يصير على سبيل المثال أنا هنا عندي لو أنه الويت هاب مثلاً 0.5 تمام فأنا هنا الامبوت الاوتبوت عفواً بضربه بالويت هاي 0.5 وهانا كمان ب 0.5 وهانا ب 0.5 وهانا ب 0.5 فش اللي حسير معا لحد ما أوصل لآخر فيتر عندي القيم القيم رح تكون عندي قليلة جداً فالهيدنستيت من هان لهان 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 رح تكون قيمتها جداً قليلة جداً ولما ناجي أعمل باكي بروباكيت الاجريدينس رح تكون عندي قليلة جداً وهانا ممكن بوصل لصفر وهانا بنسميها فانا هنا مشكلتين بتكون عندي من الريكار انتر نيون نتوارك بالوضع الحالي إن انا عندي لوم ديبندنسي يعني عندي الستيت أو النتوارك عم تتكرر لكل امبوت لكل فيتر مش لكل امبوت وفعندي نفس الويت أنا عم مضربه بين كل نتوارك ونتوارك فهاي يا إما بيكون الويت عالي شوي فبيعطينا أرقام كبيرة وعند باكي بروباكيت بصير عندي او بتكون الويت قليلي شوي فبيسبب إنه الأرقام قليلي حتكون بين الهيدن ستيت وبالتالي عند البيكي بروباكيت بيكون عندي الريدينس بتكون قيمها قليلي جدا فال المقترح للمشكلة الأولى اللي هي عند الريدينس بيحكي لي أنا ممكن أعمل ممكن أعمل ممكن أحط مثلا واحد فإذا الريدينس اتجاوزت هذا أنا برجع بعد لكن المشكلة هاي طريقة ممكن أتحكم فيها هنا عندي في شوي موضوع معقد أكثر فهنا في عندي أكثر من اقتراح لحل بالرن الأولى بالاكتيفيشن فونكشن الثاني بالويت والثالث بالناتورك أركيتكشور أنا أبدأ أغير أركيتكشور تعيتي النتورك طيب الأولى أنا بحكي لي الاكتيفيشن فونكشن هنا شو أنا ممكن أعمل فالاكتيفيشن فونكشن هنا بس أرجع أنا بعطيه نوت إنه وط ها ملتوبلاي من سمون نمبر ستو قدر أرس دي تو فور باك ستب ها باك سمون 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 باك 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 تو كاب جر لونغ سم ديبنس 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 أو شو السبب اللي ممكن يعمل عندي هنا مثال إنه إيش ممكن سبب لل يعني على سبيل مثال يعني out input زي هاي the clouds are in the sky مثلا هان بدأ أكتب فهان الجملة قصيرة فهان ممكن عدد ال input بسيط بالنسبة ل عدد ال output أو لل output اللي بد دي فهان ممكن ما تعمل يعني output ال input محدود لكن هنا مثلا I grew up in France ممكن يكون عندي نص ثاني I grew up in France I إلى آخره وبالآخر بيجي بيحكي and I speak fluent هان إيش هان المشكلة طبعا هتعتمد مين ال output هنا بيعتمد على early sentence اللي هي I grew up in France فهان بتعتمد على كلمة جاءت في البداية فهان بيسمي log dependencies فهان بدي يكون عندي input ثير بدي يكون وهاي مع ال travel أو مع ال waits والانتقال من سلسل راح تعمل عندي vanishing ingredient لأنه النص طويل بالإضافة هانا بيكون عندي مشكلة ثانية غير vanishing ingredient إنه كيف راح تتعلم أو كيف راح تفهم هان ال output اللي هانا اللي أنا بدي إياه هيكون محتمد على input أجانب البداية طيب إذا من هنا تأخلص راح تكون قلت بشكل كبير جدا فأنا زي عندي صار almost لص ال information هاي اللي في البداية فكيف نوجد حل له المشكلة إذا المشكلتين وإنه أنا عندي output بيعتمد على input مثال ثاني منها مثلا بيحكي لي مثلا لو أجل حكيالي هنا ذا cat مثلا ذا cat which مثلا already it etc حكيالي عن cat في الآخر أجل حكيالي are full فهنا بدي مثلا بدي يعني predictor rful وممكن يتكرر معاي نفس النص كيف بدو ميز إنه هانا كاس بالجمع هاي بتغير بتصير مثلا where فهان إنه كيف هانا عندي بدي عملي predictor r حيكون بناء على المفرد في البداية icat أو الجمع بناء برضو على كلمة وحدة اللي هي في البداية هانا بسميها long term dependencies إنه أنا كيف على بعد مجموعة من الفيتورز قدرت إنه هل أنا قادر إنه أتنبأ بهاي بناء على المشكلة اللي بتصير عندي هنا أول شيء انه بتقيل ثاني شيء هل أنا قادر إنه أتنبأ بهاي الكلمة بشكل صحيح ولا لا فالحل هان إنه أنا ممكن أستخدم activation function حتى ما أصل ل vanishing ingredients حكينا هانا activation function weight initialization network architecture بالactivation function بحكي لي ممكن تستخدم Relo activation function Relo activation function أو Relo derivative هو دائما بعطيني القيم ما بين صفر وواحد هو دائما من صفر إلى واحد فبالتالي أنا ممكن أستخدم دائما من الـ فانكشن فبيعطيني بيحصر القيم إنها تكون بين الصفر والواحد وهي prevent القيم منها shrink to gradient when x أكبر من 0 تمنع إنه القيم تكون عندي قليلة جدا طبعا أنا بني في sigmoid function كمان قيم بين 0 التالي function function قيم بين negative 1 1 10 h function فهاي الطريقة الأولى الطريقة الثانية بحكي initialize weight to identity matrix فأنا ممكن أعمل weight عطريق identity matrix إنه يكون عند صفر مثلا والقدر المصفوف يكون بال 1 فهاي helps prevent weight from shrinking to 0 بتساعد إنه الweights ما يصير عندهم ما يصير لهم shrink 0 هاي الطريقة الثانية لبراميت initialization long short term memory حتى تخلص لي من مشكلة و او long term dependence إنه أنا في عندي output بالأخير باعتمد على الانبود في البداية فأنا كيف بدي أحافظ على information من البداية للنهاية فهنا هنا بدنا نستخدم ال LSTM وممكن مصطلح ثاني نسمي في LSTM أو مصطلح أكبر منها اللي هي Gated Cell راح نستخدم مفهوم Gated Cell Gated Cell بتطبق منه GRU وفيه من أحد تطبيقاته GRU وأحد تطبيقاته LSTM أشهرهم من LSTM والأكثر استخداما في اللي راح نحكي عنها طيب بالنسبة للSTM أو Long Short Term Memory هنا يعني قبل ما نجيها نعمل مراجعة سريعة بال visualization هاي هذه عبارة عن Retail Neural Network حنا حكينا في R أنا هاي اسم بال R N في عندي ال Input ال Hidden State بضربها في Wait وفي عندي Input Feature بضربه في Wait بجمع هذول اثنين مع بعض بمررهم على أيش مثلا 10H Function وبطلع Output بطلع Output لل Hidden State للسل اللي بعديها وبطلع Output وبعطي هنا Soft Max Function مثلا Output النهائي هاي اللي اخذناها المحاضرة الراحة اللي هي R N هذه الطريقة اللي بتشتغل فيها طيب ايش التعديل اللي بصير هنا حتى يخليها على STM او الSTM كل هاي الموديفكيشن انعملت على مفهوم الGated Cell انه انا بدو صير في عندي gates وتخلي الweights والGridients من سل لسل يحفظوا او يعني من architecture ما يصير فيهم exploding او ما يصير فيهم vanishing هي ممكن تبين شوي معقدي شكلها لكن حني اشرحها بس جزء جزء بالتفصيل ونبسطها طيب المفهوم او المبدأ الرئيسي دائما انه الinformation is added or removed through structure cell gates فانا هنا عندي هذول gates بنسميهم gates اما بيكون فيهم ضرب او جمع الinformation اما بضربهم او بحذفهم او بضيفهم عن طريق هذول gates gates optionary let information through for example via sigmo neural network layer and point wise multiplication هسا بنشوف مثال اوضح عليها طيب اذا هاي الصورة مكبرة ل architecture واحدة او input واحد ايش الprocess والعمليات اللي بتصير فيه انا في عندي اربع عمليات رئيسية او اربع steps رئيسيات الاولى تسمى forget الثاني store او store الثالث تسمى update والرابعة تسمى output button خلونا نطلع عليهم one by one هانا الاولى اللي هي forget forget راح يكون لها او المرحلة الاولى راح تكون عبارة عن forget او remember شو نقص بالforget او remember اللي هو كالتالي او في هاي المرحلة انا بس باحتمد على الهدن state اللي اجتنا من قبل وال input و sigmoid function فهانا على سبيل المثال اللي راح اعمل وهان راح نضرب الهدن state اللي قبل بالwait ونضرب ال input بالwait ونجمعهم مع بعض وندخلهم على sigmoid function هاي بنسميها الforget or remember انا بحكيلي عنها عن step هاي the first step in the LSTM is to identify those information that are not required and will be thrown away from the state this decision is made by sigmoid layer called as a forget get layer خلنشوف هنا مثال عليها يعني هنا كمان مرة العمليات اللي حتم هنا خلنحكي انه ht-1 hsubscrib-t-1 مضروبة بالweight اللي الها وزائد x0 مثلا مضروبة بالweight اللي الها هذول ازاي هيك راح اجمعهم مع بعض وراح يكون لهم ايش stick mode function هاضه هو اللي حيتم عندي بالعمل في الstep هاي اذن هاي الhidden مع الweight وال input مع الweight وفي عندي طبعا bias term راح اضيفه بالآخر هانا راح اضيف عليهم زائد البراميتر تبع الbiose وكل هم راح اعمل عليهم sigmoid function النادج راح اودي هانا راح اطلع على gate اللي فوق الgate اللي فيها ضرب هسا بنشوف شو المقصود فيها هنا لكن هانا بحكي ليش انها forget or remember هانا بحكي لي عن سبيل المثال لو اجاني الimput من هنا مثلا لو اجاني الimput واحد او اثنين فانا هانا عم بضرب واحد ضرب الweight وهانا عندي مثلا نفترض انه هذي كمان مرة هانا عندي الautop واحد هنا مثلا 1.2 هاي راح اضرب ها في الweight اللي الها 0.8 وهانا الweight اللي الها مثلا 1.1 وبعدين بعملهم sigmoid function 0.8 او قريبة من الواحد لكن لو كانت قيمة ال x مثلا negative 10 اللي large negative فهانا الimput او ناتج الزارب راح يكون معاي ايش صفر لو الimput x هانا عندي اللي كانت قيمته large negative انه على سبيل مثلا الراج لقنا ناقص عشرة واضرب في الweight واضرب مثل قبل وادخله على sigmoid راح يعطيني قيمة close zero او almost zero بهاي الحالي انا لما بضرب الناتج من هان مع ال الimput اللي قبل صفر في اي اشي صفر فانا اذا كأني مررت nothing يعني كأني ايش لغيت الانفورميشن اللي انا او الimput اللي اعتبرت انه مش مهم فعملت له forget فعشان هيك هاي سميت بالforget layer او بسموها what we remember او remember قنا نسميها الاسمها forget او remember ليش لانه اذا عندي قيمة غير negative 10 ممكن يمر عندي بعض البيانات هنا فبهاي الحالي انا بحدد ايش الانفورميشن اللي انا بدي عملها remember او اذا بدي اعمل forget او لا فهذه اذا هاي اول السبل اللي هالفورget طيب نروح للnext next بحكي لي اللي هي store انو هانا بتحدد ليش الانفورميشن اللي انا بدي اخزنها وهانا بحكي لي بالضبط the next step is to decide what new information we are going to store in the cell state this the whole process comprise the following steps انا بحكي لي ايش البيانات اللي بدي اخزنها في cell state cell state هو مفهوم جديد عن basic RNN اللي هي عبارة عن cell state وتسمى ايضا بالlong memory او long term واللي اخذناها قبل الهي برضو تسمى short memory او short term هانا cell state هي الجديدة عنا وهي اللي راح نستخدمها حتى نتذكر البيانات اللي في البداية ماذا ذكر لما كنا مش كذلك نحدد والله او كيف بنحدد ذكات او ذكات وبالاخر are where فانا بدي information تضل معي من البداية للنهاية اللي راح تساعدني في نقل الinformation هذه اللي هي cell state وعشان هيك هانا سميناهم هاي سميناها forget ايش الinformation انا بدي اعملها forget وايش الinformation انا اللي بدي اعملها store او اخزنها هانا بحكي لي بالنسبة للstore انو انا بدي حدد ايش بدي اخزن كيف تشتغل store هاي تشتغل هاي هانا next هاي forget هاي store هان بتشتغل store فالstore بح تأخذ نفس ما حكينا الimput هان الhidden state previous hidden state مع الimput بضروبهم في wait بجمعهم بمررهم على sigmoid function اذا هذي نفس اللي شرحناها قبل هاي نفس هاي هاي نفس هاي الhidden state مضروب في wait والimput مضروب في wait بجمعهم وبضيف عليهم الbyos وبمررهم على sigmoid function طيب هس الoutput تبع sigmoid رح اوديه على gate الgate هذي كمان بتاخذ ايش tanh function tanh هذي من وين بياخذ بياخذ نفس الشيء هياخذ المجموع من نفس المجموع اللي اوديته sigmoid function اللي هو h t ناقص 1 مضروب في wait اللي الها زائد x الصفر مثلا مضروب في wait اللي الها ومجموع عليهم الbyos هذول كلهم تمام هذول كلهم انا بالمرة وديهتم هنا لل sigmoid function وهنا رح ارد اوديهم لل tanh function تمام نفس الcalculation هاي رح اوديها مرة لل sigmoid ومرة لل tanh function وهاء طبعا الزي ما حكينا المراجعة هي sigmoid function هاي برجع القيم من 0 ل 1 فهنا عسل بالمثال كان السجmoid هاي قد بذكرين فدائما الoutput من السجmoid هيكون ما بين ال 1 او بيكون هنا بيكون close to 0 بينما tanh function هي بترجع لي من negative 1 ل 1 هنا tanh هنا negative 1 وهنا 1 فالoutput تبعا tanh function هيكون بين negative 1 و1 تمام فاذن انا هنا عندي two function sigmoid و tanh رح اعمل بينهم ايش طرب الناتج ال sigmoid وناتج ال tanh function رح اضربهم في بعض وامررهم على مين على gate اللي فوق gate اللي هي مسؤول عن stale state شايفين هذا حكينا عنها قبل شوي stale state انا كل شيء انا هنا عم بسوي بمرره على stale state يعني ال step الاولى اللي هي forget what can I remember what can I forget كله عن طريق مين بعمله من هنا بوديه على stale state وها نفس الاشي وقت store ايش مع ما تبدأ عملها store رح اوديهم بعد ما اخلص على stale state gate وهنا ال gate عندي فيها جمع هاي هاي بنسبة لل store عندي اخر شيء او ثالث اللي هي update مالية ال update هان هي update لل stale انا هان خلنا نشوف عليها now we will update the old stale state into the new stale state تمام فاذن هان المرحلة هاي بدي اعمل update لل old stale stale new stale هاي ال old انا من كل من كل stale او من كل network باخذ باخذ ال new stale زي ما كنت اخذ ال old hidden stale هان صار عندي ايش new stale stale old stale new stale باخذ وبطلع فهان بدي اعمل update لل stale ال update ايش بيكون عبارة عن رح ياخذ ال old stale stale اللي هان اللي هان بطلع معاي وباخذ الناتج اللي هان بضيفه على ايش احنا قررنا نعمل remember فان عسل مثال حساء حكي نضرب الثاني h في stale function فالناتج اللي هان بجمعهم على الناتج اللي قبل فاذا انا عندي ضرب ال old stale مع stale function هان ناتج stale بضربهم والناتج بجمعهم على مين على اللي طلع معاي في هاي ال stale بجمعهم هيك انا بكون طلعت new stale stale عملت update لل stale stale هاي stale هتروح على النوت اللي بعد او على ال نتورك اللي بعد هيتكرر نفس العملية تمام فاذا هنا ال update stale stale طبعا هنا عندي نفس الشيء انا اذا ال input عندي مش مهم او كان negative نفترض انه negative 10 فانا هنا حكينا اذا كان عنصري مثال negative 10 حكينا هنا سيجموت رح يعطيني صفر وصفر بضرب في ال stale رح يعطيني صفر فبتالي انا عملت ل ال و هنا برضو في حاق كان output large negative السيجموت هاي رح تعطيني صفر وال h رح يعطيني قيمة بين ال 1 و 1 بس عكل حال وضع هذه القيمة لما اضرب ها في صفر رح يكون الناتج 0 بالتالي انا عندي صفر صفر جماعة صفر و صفر فال فال new hidden state بهاي الحالة بتكون عندي صفر فكأني انا ما طلعتش اذا ال input الجديد هذا لي عندي مثلا مش مهم بهاي المحالة انا لا عملت remember لا information ولا عملت store لا information عشان حكيت خلاص طلع لي خلي hidden state من هنا صفر بينما لو البيانات عندي مختلفة هيكون عندي ارقام قليلة بعملها remember فهنا رح اعمل remember لا اشي بسيط وهنا كمان رح يتغير معي قيمة store يعني لما تكون قيمة خفيفة وبضرب بناتج فهنا بكون انا غيرت قيمة اللي انا اخر شي الاستمبل الاخيرة اللي هي الـ output الـ output النهائي كيف بدأ يطلع فهنا بحكي لي we will run a sigmoit layer which decide what parts of the state we are going to output خلنا نشوف هنا ايش بدي اعمل انا بحكي لي او في مرحلة الـ output هنا نفس الخط اللي حكينا عنه قبل اكثر من مرة اللي هو عبارة عن ht ناقص واحد مضروبة في الـ weight زائد x0 مثلا مضروبة في الـ weight وضيف عليهم الـ bias وحسب شو الـ function انا بدي امررهم على sigmoit function فانا هاي الـ calculation هسا راح امرر على sigmoit function هان هذا عند مرحلة الـ output الـ steps اللي قبل هاي forgetting layer هاي forget وهاي عبارة عن store هاي step هذول اثنين هانا هيك forget وهذول الجماعة الثانية الثانين هيكون عندي عبارة عن مرحلة الـ store خلصت منهم واروح لآخر اشي هي مرحلة الـ output اللي انا اشو بدي اطلع بني اجي هنا عند الـ output شوف هانا شو بدن اشتغل فاذن هان باج انا مرر على sigmoid function وناتج sigmoid function هادا بضربه في مين 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 بتوقع احنا في ايش رح يكون لازم يكون ضرب اشتغل 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 الـ update بالزبط الشي اللي جاء الـ 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 اضربها مع السيج مويد اللي عندي هان هيك انا بكون طلعت طلعت شغلتين هنا الـ state او short term او short memory ايش للأوتبوت اللي عندي ومر على soft max لو بدلي فانا طلعت من هاي طلعت نفس الـ الـ فانا هانا كمان مرة عند مرحلة الـ الـ رح اخذ نفس الـ الـ مضروب في الـ مضروب مضروب في مين في الـ 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 بضروب في بعض ومن هم بطلع اه و بطلع output نهائي هيك انا بكون خلصت كل الـ 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 كل مرحلة هذا هو بنسبة الى الـ حد عندي سؤال في هاي يعني يعني احنا الـ الـ هذا شوي ساعدنا في يعني شوي بتبين انها complex لكن الـ الـ الموجود ساعدنا انه نفهمها بشكل واضح وستب يعني من دون ما تكون معقدة فاذا هنا الخطوات كاملة خلينا هنا نشوف الشرح الثاني لاندريو هنا هاي الـ للـ الـ هنا فينا للاندريو يعني نفس الشيء لكن نفس الشيء بس هنا حاطط الـ الاندريو هنا عندي نفس اللي حكينا عنها الـ هاي 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 اول خطوة حكينا هي الـ هنا الـ وين اللي إلها هاي هاي الفونكشن اللي إلها هنا اللي هي الـ غاما غاما فوركت جيت اللي هي عبارة عن سيجمويت فونكشن سيجمويت فونكشن لمين للـ لالـ اي تي ناقص واحد اللي هي مضروبة في الـ ويت ومضيوف عليها مين الـ ويت كمان مضروب في مين في الـ وعملت بالآخر عليهم سيجمويت فونكشن فهان أنا بكون حددت الفوركت طيب الـ اللي هي حكينا الـ هو الافاصل الافديت عن التاني اتش فونكشن إحنا قبل كلهم سميناهم الافديت إحنا هاي كلها عبارة عن الافديت هنا الافديت هايها حسبها على مرحلتين هاي المرحلة الأولى مش كانت ستور هون دكتور عفوا هان هي نفسها سماها مضبوط هانا الستور والافديت بعدين هانا سماهم هو وهانا على طول سماها ابدت يعني عملية الـ هاي سماها ابدت لأنه بالضبط أنا هانا عم بحش بحس بالستور ومرر لفوق وبعمل الافديت لستيل استيت لأنه آخر خطوة أو الخطوة الثانية والأخيرة في الافديت لستيل استيت فهو سماها ابديت لكن هي نفس الشيء هنا نفس المسمى احنا قبل شوي سميناها استور الافديت ايش عملنا الافديت ومرر عليهم هانا مين السيغمويت فانكشن تمام نفس الشيء فإذا هانا عندي السيغمويت فانكشن وفي عندي حسب ثاني هانا وسمى سي برايم اللي هي ناتج الـ هو ويا الافديت قل strengthening أكثر من مرة فهانا شو اللي صار عندي بهاي هنا عندي هو الـ وين هو ضربهم مع بعض ضربهم مع بعض في الثانية الثانية هاي لأن هو اعتبر انه هذي الثانية الستايت. يا نفس الكالكوليشن. هاذا اللي السلستات. سلستات شو بتاخد? اه قاما ابدات اللي هي مين هاي? تمام? قاما ابدات اللي هي هاي. مضروبة في مين? في السي برايم. السي برايم اللي هي ناتج التان اج. زائد مين? الفور جتن جيت مضروبة فيه. ال 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 اللي هي زائد مين? كمان مرة. هانا عندي اللي هي هاي. مضروبة في تان اج فانكشن. اللي هو هاي 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 بالزبط. زائد مين? زائد هاي. زائد اللي هي عبارة عن الفور جت. مضروبة في مين? في البريفياس سلستات. هادي كلها مرحلة الستور والابديت مع بعض. طيب. هانا بعدها نيكست. ايش عمل? اجي اتضل عنا مين? الاوتبوت. عنا قاما اوتبوت هاي. قاما اوتبوت. بتاخذ سيجمويد. لمين? لنفس الشيء. سيجمويد. اول هيدن ستيت. مع الفيتشار. ومضيوف عليهم البايز. اللي هي هاي. نفس الكالكوليشن اللي قبل. سيجمويد فانكشن. هاد القاما اوتبوت. طيب شو بصير بعد القاما اوتبوت? بطلع. بتطلع هاي. اللي هي هانا. النيو هيدن ستيت. او وكمان للأوتبوت. واي. فهي هاي. يجب بحكي لي هان. اللي هو اللي الاوتبوت جيت هاي. مضروبي في مين? هاي الاوتبوت مضروبي في. مين? التان اتش من الهيدن ستيت اللي فوق. هاي ها. تان اتش لنيو هيدن ستيت. اللي هي من ها. هاي النيو هيدن ستيت. تان اتش فانكشن. اضرب ليهم في بعض. ومن هانا بطلع النيو هيدن ستيت. وكمان بطلع اوتبوت. مع نهاية الخطوات هاي بصير عندك اتش ثلاثة اوتبوت. الاوتبوت الاول. الاوتبوت الاول اللي هو. هيروح الهيدن ستيت او الشورت ميموري. والاوتبوت الثاني اللي هو النيو ستيت. او اللونج ميموري. والاوتبوت الثالث اللي هو الواي. اللي بعدها لو بديعت الربربو ديكشن باطبق عليه الصوفت ماكس فونكشن. واضح يا جماعة؟ واضح طرق صديقي أسهل تمام يعني هاي بس أنا هاي جبتها عشان أورجيكم الكالكوليشن لو حبينا نتذكر الكالكوليشن يعني هو في نفس الـ يعني مختلف هاي أوضح أكيد لكن هانا لو حبينا نتفرج على الكالكوليشن لو نسيناها هاي الكالكوليشن كامل موجودة هاي الفكرة هانا إذا انتبحتوا إحنا حكينا هاي 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 جنب بعض هانا عندي هاي هاي ها هو اللي حكينا عنه اللونغ تيرم هادا شو بعمل اللونغ تيرم هادا بظل ياخد ياخد information هادا هو اللي بساعدني اني أول شي بساعدني اني الـ كمان بساعدني انه اتذكر الـ اللي اعمل بريدكت للـ من early input عاستي لانه هانا طلع من البداية بياخد information كمان هانا بيحدد شو الـ اللي ياخدها مثل هاي وبيمررها على الـ كمان هانا بيحدد شو ياخد من الـ الـ اللي تحت وبيمرر على الـ لحد ما يوصل يساعدني اني اعمل الـ النهائي فهذا هو خط ماشي نسميه او او هو اللي حيساعدني في عملية حي كان عندي عدد الـ كبيري والخط الثاني هو الـ اللي تحت اللي هو short memory او اللي هو نفسه اللي سمينا اللي كان عندي مسكونا ما سمينا هانا او رح يمر بخطوات اه تم نفاصدين عن رسم هاي هذا هو اللونج اه اعمر هانا واللي تحت اللي هي سميناها وهذه الشورت اللي هي رح تتنقل من هانا للـ رح تتنقل من هانا للـ بشروط معينة مختلفة عن أو الميموري طبعا هان هاي رح تساعد انه اللي رح تساعدني على انه ما يكون عندي انت انت رح تساعد يكون عندي فيها ليش يكون فيها فلو؟ لانه هو بحكي لي هانا بالـ ما في عنده ويت تمام؟ ففي الـ أنا مباشرة باخد الـ بضربها في ناتج السيغمويت فونكشن الناتجهم بضربه فيه الناتج اللي يطلع معي من هان بجمعهم على بعض عفواً وبعدين خلص بطلع الـ فأنا هان ما عندي ويت في السيغمويت فهذا الخط ما هيكون عندي ويت أنا بس عم بمرع على الـ بتجمعي وتضرب فهي المهمتين لاساسيات للـ يا أما ضرب يا أما جميع فهي بتساعد عندي انه الـ 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 تكون عندها من دون أي انترابشن طيب إذاً هانا بحكيه في الكي كونسيبت منتين سابرات سلساتيه from what is outputted use gates to control the flow of information فبتالى عندي الـ forget gate gets rid of irrelevant information عندي الـ store relevant information from current input فهاي الـ store حكينا بتحدد اللي هي بستخدم معها الـ reload function بتحدد لي ايش الـ information اللي بضل عندي من الـ new output selectively update the cell state تانا شفنا كيف تدعم الـ update للـ cell state فانا بحكي الـ output gate retains filtered version of the cell state لانو هانا بالـ output بستخدم الـ 10H مع الـ cell state بعدين انا بحكي لك باقي propagation through time with uninterrupted ingredient flow هادية الـ STM طيب الـ c state هالي فالكلي وربط الـ where بالكاتس هالي فالكلي وربط الـ where بالكاتس هالي فالكلي وربط الـ where بالكاتس مثلا اتيب يعني اتذكر هالي وار الها عاطل الكاتس الجميل طيب Long short term memory LSTM طيب هان خلانا بس نوخذ احنا خلاص هيك بنسبة هالLSTM خلانا نوخذ نظرة عامة على الاركيتكتر المختلفة للRNN هان مين ممكن يفهم لي ايش ايش هدول زي layer مية في المية احنا كل اللي شرحناه قبل كان عنوان layer هايو كنا نحكي انه هنا عندي hidden state وهنا ال input بطلع منه new hidden state وهنا ال input هذا بحال ال basic وبيحال ال LSTM هانا حيكون عندي خطين الخط الاول لل short memory والثاني لل long memory او لل hidden state هذا الحكي كله كان في layer واحدة الان لو ممكن يكون عندي الاركتكتر اكثر من layer شو اللي بصير عندي هانا اكثر من layer عادي layer هاي احكي انه عندي هانا ال output هانا من البداية هاي دخل عندي هانا ال input هانا ال feature طلعت منه من new hidden state وسل state وعندي طلعت output واحد ال output هاي سيكون هو عبارة عن input لاير كامل جديدي لو في عندي هاي اللير الثانية هي نفس اللير الاولى لكن اللير الاولى كان ال input فيها هي ال actual data ال features لل data اللي عندي الان layer الثاني ال input اللي الها كل شيء نفس ال calculation لكن هانا ال input اللي الها هو عبارة عن output من اللير الاولى وهانا نفس الشيء بالنسبة له layer الثالثة نفس الخطوات هايكون هانا عندي input hidden state وسل state وهانا عندي ال feature ال input اللي هي output من اللير اللي قبليها وهانا عندي ال calculation وهانا عندي output هطلع ورح امرر علي بعديها لحد ما اخلص ال features اللي عندي وهانا من كل واحدة كمان بيطلع معاي ال output النهائي هي نفسها لما كنا نحكي هاي ال Neural Network هانا ال input تمام حكينا هانا ولا هم عبارة عن input features وهانا حكينا هانا بيكون عندي مثلا hidden layer وهانا بدي يكون عندي hidden layer هكينا ال hidden layer الاولى هتاخذ القيم من من كل ال input وال hidden layer الثاني ال input اللي إليها هيكون هو عبارة عن مين ال output تبع ال hidden layer الاولى وهكذا وباجي عند ال output النهائي مثلا بياخذ هاي نفسها تقريبا نفس الشيء لكن هانا ال representation شوي عندي مختلف هانا ال representation من bottom to up طبعا هانا لو بدي افهمها ب one visualize اللي هي بلوب هانا عندي هتكون بهذا الشكل فهانا عندي ال input الفيتر الاولى هتمر من هاي ال state لهاي ال state لهاي ال state وبكرر على الفيتر الثانية وهكذا لو بدي اخذه على شكل اللوك طيب حدا عندي سؤال هانا الهانا ممكن اطلع بعض ال applications لل RNN واحدة من اشهر ال applications لل RNN هي ال music generation هانا اعطوا input لل RNN وهي كملت ال output جديدي بناء على ال input فبتالي هي طلعت موسيقى جديدي بناء على ال input اول مرة اعطوها input موسيقى بعدين هي صارت تكمل موسيقى على نفس النمط من ال input اللي قبل فاذا كان يعني انا خلاص مررت ال output اللي انا مررته راح تعمل عليها process وتطلع علي predict جديد الى اخرين لحد ما خلاص انا حد بتوقفيه صارت زي يعني لا متناهية هاي الموسيقى فانا نشوف اذا بتشتغل معنا موسيقى 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 اشتركوا في القناة المعزوفة زي كأنها فرقة professional وراحت على عدور كانت مفاجئة كل السيكونسز اللي عم يطلعوا هما كلهم من الرن بناء على input هما أعطوها فكانت رائعة كثير موجود راح أبعث لكم الرابط اللي إلهم اللي حاب يعمل تست على الرن تجربوا الكود وتعدلوا عليه بإمكانكم تعدلوا عليه وتعدلوا على شكل الميوزيك اللي حتطلع معاكم هذه واحدة من أهم الـ R&N في عندي الـ R&N حكينا عنهم قبل اللي هي sentiment classification اللي هو أنا عندي مجموعة من الـ input بدي أطلع output واحد اللي هو مثلا I love this class هنا بدي أطلع output واحد إنه هل boosted ولا negative هذا الـ review هنا أمثل عليهم مثلا بيختلف عندي الـ input هل هذي positive مثلا هنا بيجوا واحد I didn't mind a bent to snow right now We haven't had any in my bit of midlands this winter هنا بدي أعطي prediction إنه هو ساد بناء على النص أو التكست اللي أعطاني إياه هل تدخل كله هل بدخل فطار sentiment analysis عندي كمان machine translation اللي هي الترجمة عندي الـ input بعمل عليه encode وبالآخر بيطلع معي output وبعمل عليه decode كمان هاي بيستخدم فيها الـ R&N في عندي من الـ من الآخر للـ R&N اللي هو ممكن أحدد غير الـ autonomous driving car هانا autonomous driving car ممكن يدخل فيها الـ C&N بس هانا كمان بدخل عندي شيء ثاني اللي هو على سبيل المثال لو إنت سائق autonomous driving car هانا مثلا وهانا شفت على السيارة شافت على الجنب في بسكليت فهنا بد لازم تعمل انه البسكليت قدامه object فهو متوقع انه البسكليت بما انه قدامه object يجي هان قدامك ويمر فهنا لازم تخفف السرعة فهنا على سبيل مثال هاي اقتر مصدرها بينكار هانا في بسكليت قدام بسكليت في object فهو ممكن يجي مر هيك يدخل على خط السيارة وبعدين يرد يرجع فهنا في لازم السيارة بتعمل slow down في هاي المرحلة هاي كمان تستخدم فيها ال RNN اه كمان الطقس وتحريلاته الجوال الطقس وتوجهات المناخ وين التوقعات لل التجمعات ال clouds الى اخره وين ممكن يعني كل التحريلات الطقس كمان تدخل فيها ال RNN انا بحكي لي RNN شوفنا كيف اللي انا ممكن احتاجهم موديل سيكونس بيا ريكان ريليشن التريني ار انا منوذبك بروباقاشن ثرو تايم وهنا حكينا كمان ميجي بنستخدم ال LSTM لتأس موديل long term دبيدانسيز هاي حكينا عن هالشو اللي بنقصد بالlong term انو انا عندي كلمة بالاخر output بيغمد على early input اول نص طوير جدا فانا بدي اخذ ال information اللي بتهمني هاي دا رح نستخدم عليها LSTM models for music generation classification machine translation and board احنا هكي بيكون يعني كافلة ال RNN على ال next هنحكي انشاء الله على ال CNN اشتركوا في القناة